السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا ال Welded Joints وبنتكلم على Types of Welded Joints المين Types عندي أنواع وصلات اللحام تنقسم إلى قسمين رئيسيين Lab Joints و Butt Joints زي ما في وصلات البرشام بالضبط Lab Joints زي ما عرفناها قبل كده لوح على لوح وبتم عملية اللحام اما من جهة واحدة او من جهتين الفرق الوحيد ان انا بسمي ده Single Transverse وده Double Transverse النوع الاول ده بسميه Single Transverse وده بيتعرض الى اجهاد شد اجهاد شد ليه عرفت ان هو اجهاد شد؟ اولا القوة هنا قوة شد ثانيا ده Normal Stress لان هنا مساحة المقطع المتأثر بالسترس عمودي على اتجاه القوة هنا اريا واحدة بس اللي بتشيل الاسترس هنا اتنين اريا في Double Transverse يبقى اما Single او Double او Parallel ده Single وده Double ال Parallel بلحب من الجهتين هنا والفرق طبعا مع التاني في نوع الاسترس هنا اتجاه القوة قوة شد صحيح لكن هي في حالة توازي مع اتجاه الاريا اللي بتحمل الاسترس ده فبالتالي النوع ده بيتعرض الى Sheer Stress Sheer Stress طيب ده اللي هو البط جوينت او وصلات بنقول عليها راس فراس بنجيب راس اللوح او مقدمة اللوح مع مقدمة اللوح بشكل ده كده The butt joint is obtained by placing the plate's edges the plate's edges to edge Edge to edge حفة الى حفة The butt welds the plate edges don't require pivilling If the sickness of the plate is less than five ملي متر لو عندي السمك هنا في حدود خمسة ملي متر خلاص الحفة بتاعت اللوح هنا ما بتحتاجش الى تجهيز اما لو زاد عندي السمك اكبر من خمسة ملي بعمل عملية الشطف ده او بكون الشكل اللي هو يشبه لشكل حرف ال V او ال U هنا ولو زاد السمك اكتر بعمل V هنا و V هنا فبيسموها W V او W هنا وهنا ده طبعا مع زيادة ال A السمك عشان اضمن تغلغل اللحام الى حفة اللوح من الناحية الاخرى البط جوينت ايضا ممكن اننا يبقى عندي فيه الكورنر جوينتس اللي هي الوصلات الروكنية بالشكل ده او ال H جوينتس الوصلة الحفية او ال T جوينتس الوصلة اللي واخده شكل حرف T وبتم عملية اللحام من الجهتين هنا ومن ال H هنا ومن الكورنر ده التواصل ما بين مهندس التصميم والفني الذي يقوم به عملية تنفيذ اللحام بنرمز الى كل شيء برمز basic weld symbols او الرموز المستخدمة في عملية اللحام ده الرمز وده المدلول بتاعه او ده الناتج بتاعه فكل رمز من دول انا بضعه على الرسم فبالتالي اللي بينفذ بيفهم معنى الرمز وبينفذ طبقا يعني زي ده مثلا كده ده يتنفذ بالشكل ده وهكذا كل رمز له معنى ومهندس التصميم واللي بينفذ اللحام بيفهمه هذه الرموز بالطبع ممكن انا اشير مثلا لو بشير للمكان ده وحطيت اللحام هنا فوق السهم وتحت السهم بمعنى ان اللحام بيتم من الجهتين والسماكة بتاعته في حدود خمسة ملي متر هنا طبعا كل رمز والتنفيذ بتاعه او الخاص به لو انا عايز اعمل تشين او سلسلة من عملية اللحام بحط البيانات بتاعتها وبيتم التنفيذ بهذه الكيفية وبكده بيحصل تواصل جيد ما بين الاثنين بشرط ان كل واحد يعرف معنى هذه الرموز نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله